في مكانه الطبيعي فأنتجت لنا اتفاقين هو اتفاق دل عشرة و دل ست و عشين ديسامبر اللي جابوا حد المكتسبات ضائلة تعتبرنا ضائلة يعني ولا تتماشى مع انتظارات دل نساء وجه التعليم ومع الأخطاء التي ارتكبت في هذا النظام الأساس كلنا نتمنى أن تصحح بجموعة من الأخطاء في هذا النظام الأساس للأسف كما ذكرت مع البيت يعني المطالب دينا ولم تكن في مستوى انتظاراتنا ولكن جابت بعض المطالب او الاستجبات لبعض الحقوق التي اعتبرها ضائلة هذا اتفاق اطارعا اذا المفروض الآن يجب ان تنزيل بدأت تنزيل للأسف الشديد من بعد ما قاموا الاساتي دا اصدرت الوزارة الطيب بطانية المرسوم للنظام الأساسي اصدرت المرسوم خرجاته في الجريدة الرسمية وتوقف الامر كأن اللي كانت يهم نحن كنيسة وجهة التعليم هو تخرج هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية يعني هذا هو اللغادية في حين ان الناس تطالبوا برفع الحيف برفع الضرار برفع الاقصاء بتسويت ملفات معمرة داخل القطاع الترابية الوطنية لسنوات طاولة هذا الامر هذا كما ذكرت لم يتحقق واليوم اليوم حنا فاش تندويو الاول اللي اللي ذكرتو في هذا المكان معاكم في موقع مدار فانتايا كان اول خرجة قال رئيس الحكومة رضا على المسيرة للخمسة اكتوبر قال بانه سوف نعمل على تحصل اوضاع الاجتماعي والمدنسة وجهة التعليم بجد النقر قال بي المسألة دير تصحيح بي رفع تعويضات تصحيح في الامتيح الناس وبمدارس الرياضة باش غير نوضحو الناس يعرفوا الحقيقة ويعرفوا الواقع لان هاد المعركة هاد اللي خضناها مبقاش هاد فقط نيساء ورجلتين ومنما صارت تهموا جامع المغاربة والمغربية كل مغاربة وحتى المغاربة اللي خارج ارض الوطن الجالية المغربية كادلك كانتو تابع هاد الميل فهذا كانتو يقول هاد الكلام اليوم احنا في شهر 8 توصلنا كنساء ورجلتين بما بلغ ديال استوار بعين درهم ديال تعويض على التصحيح ديال هذا امر مخزي ومؤسف ويحطم الكرامة دين نساء ورجلتين ويحتقر نساء ورجلتين يعني واحد استقام بواحد المهمة الوزارة سيفتطليه واحد استوار بعين درهم ناظر ماشي غير مجموعة من المديريات وهذا استوار بعين درهم خاضعة للضريبة يعني الطامعة فيها وزارة سيفتطليه واحد وعشرين درهم واحد وعشرين في المئة ديال الدريبة لانه ربما الحكومة المغربية ربما غادت قضي لي هاشي حاجة هاد العشرة درهم ديال الدريبة حاجة نقول لي هم هذا امر يسيفونا ويحزنونا وشي ليه لانه بها تسافت الاستاذة تستورب عندنا تهينه وتحتقره وتذله لذلك سنقول لي هم احنا مبغينا تستورب عندنا حسا افضوا بها لانفسكم وبإمكان لجمعتوا تستورب عندنا من حد عدد كبير ديال نساء ورجلتين ممكن تشوفوا له هذا المبلغ موهم اللي ممكن يساعدكم انكم تشقدون به العطلة في حد المكان موريح اما احنا هذا الامر هذا كما ذكرت هو يعني يهينونا ونرفضوه وانتمنى ما يستفتوش مستقبلا ونحن نطالب بالتسوية الحقيقية للملفات اللي خرجنا اجنها الخمسة اكتوبر كذلك ما ننساش الملف ديال المدرسة الرائدة اللي كانت يتكلم عليه بن موسى وكانت يقول انه غاد يكون فيه تواحد تعويض لان الحكومة ووزارة التربية الوطنية تتراجع عن هذا التعويض ديال المدرسة الرائدة اذا ما بقاش وقالت غايكون تعويض لسنة واحدة وانتنقول حتى هات السنة الواحدة ما غاداش تكون لان الناس اللي دروا تجريب ما عندهمش التعويض هذا وبالتالي تنقول انه هاي الواقع عندما كان الحراك كانت تقول الحكومة شيء بانها يعني ستقوم ب تقدمنا مجموعة من الوعود الورضية لمجرد ان توقف الحراك مؤقتا حتى انقلبت على كل ما كانت ترفعه وتنصلت من كل الوعود والاتفاقات والان كما ذكرتها موجود الملفات هذا ناهيك على الملفات الاخرى ولسيما الملفات التي تهم الهيئة ذي للتدريس كلها متوقفة ولم تعرف اي تقدم كلها لازلت عالقة ليش فينا من هذه الحكومة من معد مباشرة من بعد التوقف او التوقف للإدراع شو كانت تقول لنا الحكومة شو كانت تقول لنا السيد رئيس الحكومة ابان الحراك ولكم تبعتم معنا كإعلان مجموعة من الندوات الصحفية قال ديروا النياء احنا اولاد اليوم وانه المرحلة يعني احنا اتخلنا في مرحلة جديدة والعهد السابق واللاو هالكلم كان يرفعه ورئيس الحكومة كانت تقول مع توزير التربطاني وباقي الموظفين در الوزارة او المسؤولين در الوزارات التربطاني الان شو كان نشوفه لمجرد ان تم توقف الاحتجاز حتى قامت وزارة التربط الوطن ليه كانت تقول لنا البارح دلونية باكتر من خمسمائة استاد وستادة تم توقف معادي العمال وتم الحجب او الحجز دل اوجور ديالهم وتم يعني يبقى عليهم المدة دل سبع شهور وهم بيدون اوجور ومتوقفين على العمل يلا الان تم يعني ارجحهم بعقوباتين قاسية بش عارفوا هاد الناس كيف يفكرون هاد المسؤولين در الوزارة التربطاني كيف يفكرون ان واحد الناس شدينا موقف لهم شهر واحد وبقينا عليهم سبع شهر عضعاد وعطيناهم عقوبة وصيفتناه وبيدون اوجور يعني السياسة ديل الانتقام وديل التعذيب اذا غاد انتواحد الاستادات توقفوا بعدها ضلما وتعسوا فان بيدون اي مبرر والملفات كلها فارغة ونفس الملفات اللي يعني نفس الوطائق نجدها في جميع الملفات دي الاساتده الموقوفين يعني اللي عاد هذا الاستاد هذا في الموديلت السخيرة التمارة تلقاه عاد نفس الملف ونفس يعني الادعاءات تلقاه عاد استفطان جاعد يعني اللي اكتب هاد الادعاءات في الرباط يعني كلها فاكسها او صيفتها في الجامعة المديريات والملفات ما فيها احتاج تقرار يعني ملفات فارغة فيها فقط استدعاء وهذا الادعاء تلقاه الحكومة وكاد ادعاء فارغة ولا يتقبلها العقل والمنطق عندما تقول ان الاساتده يحردون وحردون من؟ يحردون زملاءهم ما يمكنش استد يحرد زميله لان هذاك زميله غير قابل للتحريض هو استد ناضيج وراشيد وتقرر الوليداته من غير الاخلاقات تقول الوزراء ان استد عندي تقرر ليولد المغاربة يقدر يقبل التحريض التحريض فهم هذا ماشي قاسرين ولكن هذا استد قابل يعني التحريض ربما الفروض ما خدش الوزراء تبقي عليه في القسط ثاني ما كان عندنا احتشي دليل احتشي شكاية قدمه شي طارق لانا شو هتحرضوا او بنعوا ثالث شيء ان وزارة التربية الوطنية غير مخولة باش تبقي لنا التحرض ان هذا يحرد اللي يمكن يقول ان يحرد او غير يحرد هي النيابة العامة هي اللي تقول لنا ان استد هذا يحرد عن طريق ماذا؟ عن طريق الفيسبوك عن طريق كذا؟ عن طريق صراح واش انتي اتطرق فيسبوك؟ ما اللي يوتيبش ان هذا الفيسبوك دي هاد موسك بالضبط واش الوزارة عند الامكانيات وعند الاجهزة باش تقول لي هاد الفيسبوك هاد الحساب هاد الرادي الاشتد للفلاني او انك اعتمت لاشي تقرار دير ذات النيابة العامة وبالتالي هذا الشي هذا ما كانش الوزارة كانت تعسف كانت شطر في استعمال السلطة كانت ظلم كانت لانتقام ومن بعد هاد المدة كلها دلت من الشهور عاد عطاوا الناس توقيف وقالوا لهم سترجعوا بيدون اجور ورغم انه من شهر واحد حتى شهر ثمانية ورغم ذلك الاجور ما زلت متوقفة وما زلت توقف مصطمع انا اللي تنقولوا نأكد ان هاد الممارسات هاد غير الممارسات تفند كل ما قيل كان يقولوا لي نحنا اولاد اليوم سمحوا لنا هاد الممارسات السبين التمانينيات كانوا يقولوا نديروا النيا سمحوا لي هاده ماشي النيا هاده التحراميات وهاده ممكن نوصفوها بأبشع الاوصاف انك تتعامل بهاد الممارسات هاده مع اساتي ده تقول لي نحنا الخير امام ما بل خير امام بل غير ان المستقبل مظلم امام بل ان هاده مسؤولين جداد وان هاد الحكومة جاءت الاصلاح تنسمع لهذا ممارسات تخرب وتهدم وهاد الممارسات اسوأ بكثير من السابق وبالتالي لم نحس بالتغيير اليوم مقارنة مع السابق بل الوضع اسوأ ويعني حالك مقارنة مع ما كنا نعيشه اليوم لذلك تنقول هاد الممارسات هاد يتأكد بان نظر اللقمان ذا زالت على حالها وبان هاد الممارسات عشناها تنعرفوها وبالتالي ما كنش حاجة جديدة ما كنش إبدال وتنقولوا اليوم نحن مستعدون لها ما عندناش مشكيل إلا انتم هاد شي درتوا اعتقتوا وتفكرون بان هاد نساء ورجاءت تعليم غادي يرجعوا غادي يخافوا مستقبل تنقول لكم راكم غالطين وراكم واهمين هاد شي هاد الامر هذا يعني عتمدة قبلا ولم يجدين فعلا وتنقولوا لما دام هناك ضل هناك إجحاف هناك ملفات لم تعرفت طريقها التسوية هناك كده سيستمر ونساء ورجاءت تعليم في الاعتجار الضغط يولدو الانفجار ما يمكنش اليوم تبقي على واحد انتهى بدون ملفاته ما تسويت لمنذ 2016 و2015 وقبل وهو يعاني وتنتظر منه يقولوا لا را عا نوقف فكرا نساء ورجاءت تعليم اثناء الحراك قالوا لكم هما كانوا مستعدين باش حيضوا لهم كهذا الوجوه وحتى هذه الاخوة اللي توقفوا را ما كانوا نحنا كأسات كزملاء قمنا بالتضامن مع الزملاءنا ووفرنا لهم يعني الوجوهر ديالهم يعني كإطار التضامن وكواجبنا وبالتنقلوا لهم ما تعتقدوش بأن هذه الممارسات راكم انتوما تقولوا أو أنكم ستشربوا أو أننا ذات من أستاذ الله نتحدهم يجيبوا لي أستاذ خرج يشكي أو شي يقول كده كنا نطالب بحقوقنا في إطار القانون وفي إطار الدستور وسنستمروا في هذا النشفي هذا المطالب الحقوق ديالنا وما غادش نتراجعوه ورغم كل الضربات وغاد يجي الوقت وغاد نسترجعو الأنفاس ديالنا وغاد نعاوض نضمه من جديد وعنضخف معرك نيضاليا وهذا ما نريده نحن لا نريد الإضرابات الاحتجاجات نحن بغينا أن نقرروا لذات المغاربة ولكن باش نقرروا لذات المغاربة ونعيشوا بكرامة على غيرها باقي الموظفين خاصة الوزارة التيبوطنية تستجبنا وتستمع لنا وتعمل تسوية الملفات العالقة غير ذلك سنستمروا في الإحتجاجات أول مرة كنا نطالب بالعدالة بينما طالب ديالنا الكرامة كادة العدالة نشكنا بالآسل العدالة الأجرية الآن الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية هو ديالنساء الجد تاني وهذا الأمر لا يؤسفه غير النساء وهذا المفروض يؤسفنا جميعاً في المغاربة أنه أحد القيطاع حيوي لوقف عليه البلاد هو إلى جانب الصحة ربما القيطاع ديالتعليم يعني أكثر حدة داخل المجتمع لأن جميع المغاربة تقرر ولدتهم في المدرسة ما كنشي واحد في هذه البلاد هذه غير معني بالمدرسة لما تقراش فيها أو تقرر فيها تقرر ولدتهم فيها ولما تقرر وليدتهم فيها وليس يجري الوقت اللي غير قرر ولدتهم فيها إذا خسنا ندافع لها جميع وخسنا كلنا نشوفوا أن هذا الأستاذ يعيش بكرامة ويكون عنده واحد يعني واحد الأجر أو واحد الدخل اللي يحفظ الكرامة داله ويعيش كما ذكرت بها هذا الشي هذا غير متوفر راه الأجر والدخل الأدنى لأدنى لمن الصحة ولا من العدل ولا من المالية ولا بقي الموظفين نحن الأدنى نحن تزيد بك الزيادة على دفعاتين ولكن ما ننسى وشراه مباشرة أقل من شهر جاء اتفاق أو الحوار المركزي مع المركزيات قابلتهم جامع الموظفي وخصصت زيادة للجميع بالستناء نساء ورجلتهم هذا خسنا ننشيروا لها خصصت زيادة للجميع بالاتفاق ديال اللي كان جاء عشية فاتح ماي للجميع وتم الستناء نساء ورجلتهم لأنهم يلا هم استافدوا هذه الزيادة اللي كانت على دفعاتين فهذه الزيادة اللي تعطيت لدفعاتين نحن كنا نطالب بتصحيح وضعية نحن ليش خرجين حتى الجنهار خمسة ماشي كان عدنا احنا في نفس المستوى وطالبنا باش نتميزوا على باقي الموظفين نحن بغينا غير نقربوا لباقي الموظفين وطبعا عافوا بكين هذه الزيادة الصاروخية في الأسعار وما إلى ذلك ملع هذه الزيادة اللي قلنا أي هو تصحيح جزئي طيب ولكن المباشرة بعد ذلك تم تكريس هذه الوضعية بتخصيص زيادة يعني دائما هما شو الهدف دينهم أن رجل التعليم يجب أن يضل في الأسفل أن يضل محتقرا أن يضل الكل يعني ينكت بهذا رجل التعليم وبكذا علاش باش هما ما عندهمش الغرض بالتعليم هما ما عندهمش نية حقيقية لإصلاح التعليم الإصلاح الحقيقي للتعليم يبدأ وينطلق من عنصرين اثنين العنصر الأول هو الأستاذ أقول الأستاذ والعنصر الثاني هو المتعلم يجب الاهتمام بهذا العنصرين للأسفل نحن نلاحظ كل إصلاحات تجيبها الحكومة وتغيب هذا العنصر يغيبون الأستاذ ويغيبون التلميذ هذا التلميذ التلميذ التي تنتقنا أياما عنده احتشى حاجة لا يهتم الاهتمام به واحتل المفروض يدافع عليه ليهما هذوك أرؤساء الجمعيات والفيدراليات ما تنشوفوه همش تتكلموا إمتى تتكلموا فقط عندما يحتاج نساء وجل التعليم تلبسوا لك خاصة ديالهم وتمشي مؤخرة وقعت مهزلة في الأولمبياد ديال الرياضيات وتبعتوا معنا عندما قامت الحكومة أو الحكومة عندما لم تسجل تلك التلميذ لم تقوم بدورها في تسجيل التلميذ باش مشوا يشاركوا ليهما نرى لا بيان لا تصريح لموقف هذوك ربعاء أو خمسة ديال الفيدراليات لجمعية الأداء إمتى عندما يتقول الآن هو مساكتين وعندما تلمد عندنا كتبات عندنا الآن مشكل ديال الكتب المدرسية عندنا الغالاء ديال الأسعار ديال الكتب المدرسية عندنا لا نهاية من المشاكل تهموا المتعلمي ولا يتحدثون فقط عندما يتحدثون عندما يخرج أساسي طالبي حقوقهم هذيك الحقوق اللي ستعود بالنفع لهذاك المتعلم وتنطالبه هنا حتى بتخفيض حتى لا يكون الاقتضاد من المستفيد إذا لم يكن الاقتضاد هو المتعلم وهو أحد تلميذ اللي سيقرأ في قسم أو في قاعة في هارة خمسة أو أربعة أو خمسين تلميذ سيكون نفس المستوى دياله عنده نفس التحصيل مع أحد تلميذ اللي سيقرأ في ١٢١ أو ١١ تلميذ لا يتحدثون هذا الأمر يتحدثون فقط فشيحتجوا على الأساتيدة تتجوا هذوك الناس تلبزوا للكخافات ديالهم ويجيوا للعادة الوزير ويلتاقتوا الصوار ويشربوا الشاي ويخرجوا تصريحات في القناوات العمومية فقط هذا هو الدور ديالهم لذلك نقول نحن كنساء ورجال التعليم كأساتيدة وأستادات بالأساس نطالب بالاهتمام بالعنصر البشري اللي هو الأستاد أقول مدرس وأقول إلى جانبه المتعلم وأي إصلاح أي إصلاح أقولها وأؤكدها وأحسن اللي ما عجبوش هذا الكلام هذا يتحدث ما يشغلوه هاداك الإصلاح يبدأ من المدرس بالأساس أمن ناحنا يبدأ الإصلاح وينطلق إلا كان شي إصلاح لما نخرطناش في إحنا كهيئة ديال التدريس لن تكون له قائمة ولن ينجح الإصلاح بيدينا إحنا هوا مستروض إصلاح إحنا هوا مستروض إصلاح إحنا اللي في الأقصى وإحنا اللي في القاعد ممكن تهتم بالجامع الأطراف ويدر ليقع الحيطان مباركي فاشغل تصبخها وتكون شي أطراف وتحسن أوضاع أطراف وتعيشهم في الرفاهية اللي خارج القسم ولكن ما دمت تحارب هذا الأستدلي في القسم وتهمشه ولا تهتم بالمتعلمين سيكون مآل وما صير أي إصلاح الفشل وستكون هذا الفلوس هذا المالايير فقط المآلية الهضرة يعني بدون أي فائدة لذلك أقول بأن الإصلاح ينطلق ويبدأ بالاهتمام بالأستاذ وبالمتعلم أنت thereof وأتماع هذا الأستاذ المدرسة الرائدة تحدث على الحديث على ثلاث الجميع الأستاذ المؤسسات التعليمية والأستاذ الأمور والأستاذ التعليم هي والأستاذ المؤسسات التعليمية لم نرى هذه المدرسة الرائدة تتميش في تكوينات لا تهموا ولا تعني لهذه أدية للتدريس ودار لقمان لازلت على حالها والوضع لازل على حاله والآن هي خصصة على أشترات المالية وهذه الآن لم نرى تراجعوا عنها وسيكون مآلها وأنا قلتها أول مرة قبل الحراق ولازلت أقولها أن المآل المدرسة الرائدة سيكون هو نفس المآل المخطط الاستعجالي ودير كذا لأنهم همشوا همشوا لهيئة دير التدريس اللي هو العامور الفقاري دير المنظومة التعليمية والعامور الفقاري في العملية التعليمية التعليمية أنا أقول أقول معمر هما تفكروا ذلك في الزجر وقانون الإدراف بموافقة أطراف بشأن كل هذه الأطراف رأم عارفين يعني من تندوي الناس لبغي قانون الإدراف هم الناس التي تيحرجها الشيغال والنيضر في إطار التنسيقيات بعض الأطراف بغتقاد هاتشي باش مباري تقول لك أنا بغينا غير نكون وغير حنا حنا لدينا إدراف تنقلوا هاد الكلام هو نفسه كانت يتقل بن كيران 2012 جوا بعض الأطراف قادوا يشوف غديتدير الاقتطاع من الأجور يعني على الإدراف ليدر الإدراف دلو اقتطاع ولكن هم فقط التنسيقيات ما تقسناش حنا لمجرد أن تم شرعنا الاقتطاع واحد اقتطاعوا لأستاذ حتى تعميم ذلك على باقي المغضاتين ولا أي واحد يحتج وخيحتج في أي إطار يتم اقتطاع له إذا أكلتوا يوم ما أكلتوا توروا الأبيض هاتشي اللي وقع في اقتطاع هاتشي اللي غدي وقع فاشي قانون دل الإدراف هم يعتقدون سيدريبون الاحتيجة جدية التنسيقيات وعن قل لهم هادي ممكن يدوز واحد ولكن غدي ينتاقلوا لكم وغدي يقضيوا على الإدراف وما غديش يضعفوا ورهدوا تنسيقيات الأستاذ تنسيقيات ما عندهاش وحدنا عارفين ما عندهاش أفوق تنسيقيات ها دائما عندها ملفات مطلابية في أوية ولكن غدي تحنوا من بعد الحكومة بهذا القانون دل الإدراف غدا تحن كل شي من بعد وما يبقاش حلس ميتها الإدراف وما يبقاش حلس ميتها مقاومة الشي معي وسيموا الإجهاز على جامع الموضاشون للحقوق دل جامع الموضاشون من الذي يمارس الإدراف هما تقولون مغني مارسوا القانون النقابات إذن أين هو القانون النقابات في الدستور الفصل السبعة يتحدث عن قانون الأحزاب تم إحدث قانون الأحزاب الفصل الثامن يتحدث عن قانون النقابات والفصل التسعيود وعشرين يتحدث عن قانون الإدراف من السبعة نقصوا لتسعيود وعشرين وخلوا الفصل الثمانية اللي يتحدث عن قانون النقابات اللي هي المفروض أن تمارس الإدراف باش نعرفوا كيف تكونوا اللعبة داخل البرلمان أنا أعطيك قانون الإضراب ولكن ما تدوش على هذا ونقول لهم غير عدوز وقانون الإضراب عاجوا القانون النقابل وقد يطحنوا كل شيء وقد يسألوا مع كل شيء ولكن نقول تنسق الى الاحتجاج سيستمر أرى كين آل بطريقة وطريقة أرى تسد على الباشار في الكوكوط هذي يخرج لك من الصفار لأن مادم كين ظلم وكين إجحاف وكين كده سيخرجون للاحتجاج ما يمكنش عادة الضغط الضغط يولد الانفجار راح الناس خرجوا بثلاث شهور ما كان شي واحد يعتقد أن في المغريف 2024 في ظل هذا الشي اللي واقع في ظل هذا التراجع في ظل هذا كده غاد يفكر شي واحد يجي يحتج يعني يرى ثلاث شهور أو ربع شهور ويحتجوا لأنهم مظلومين غدا يديروا قانون للإضراب وتديروا في جامع الشروب غاد يتعسبوا له كل شيء وغاد يحتجوا وسيضلوا ذلك القانون حب على ورق لأن يطبق لأنه الناس المظلومين تخرجوا واشنطيع توقف كل شي واشنطيع غاد يتعزل كل شي غاد يتعتاقل كل شي راح ما يمكنش وابدت أن تقولوا الحل ماشي هنا الحل في الحوار في الإنصات في المسؤولين يحسون بنفس الشغلة التعليمية وبمسؤولين فعلان يعرفوا القطاع للتعليم زيان للأسف الشهد ما يمكنش أن نجيب هندي سراجل تيقني دبرنا القطاع التعليم ما يمكنش أن شخص عنده 25 أو 26 سنة مشاشف شي ديبلوم من الهند أو كذا ودخلوا القطاع التعليمية الوطنية واشنطيع أن نتحولي كيف تحيوار مع الليل ما يمكنش يا صاحبي ما يمكنش يطبي يدبر القطاع بهذا الشقي اللي ممكن يزد القطاع للقدام هم الناس وولاد المدرسة المغربية العمومية اللي عارف في علم المشاكل اللي عارف المشاكل ديل الأساجي ده وتلم في الجبل وفي الصحراء وفي الفيافي وعارف المشاكل ديل الاقتضاد والأقصر مشاركة والمعالد المتعلمين وكذا ما يمكن ده بس سيد بن موسى ما فهموا ما فهم اسكين وجابون ما عمروا المدرسة المغربية ما قرى فيها ما قرى فيها وليداته ما فهم سراجون تقنيه مهندس ما يسهل عليه ولكن صحيب تجيبوا القطاع للتعليم لأن القطاع التعليم صحيب ما يمكن يفهموا إلا الناس اللي تمارسوا فيه واللي غير ذلك ما يمكنش لذلك نتمنى أنهم يفكروا هذا المنطق النهور التعليم لا يدبر أولا بشكل تقني بمعادلات رياضية مضبوطة التعليم ما فيش واحد زائد واحد تساوي جول ممكن تساوي ثلاثة ممكن تساويش قاع لأن التعليم قطاع صعيب وبالتالي نقول لهم لا يخليكم يجب أن يدبر بحسين سياسي بحسين الجماعي بحسين كذا باش ممكن أما بحس بحس تقني بحس اقتصادي بحس مادي ما غالش نتقدموا القدام ويجب الإنسات والاستماع ويقولوا يفكروا أن هاد الناس اللي يخرجوا رامتي ما رسوا حقهم اللي يعطلهم البسور في الاحتجاج في التظاهر السلمي وماجهش ضد شي واحد ويفكروا ويقولوا بأنه الانتقام مع أمره أو الزجر مع أمره كان حل الزجر يؤجج الأوضاع وبالتالي يجبوا كما ذكرت الاستماع أول دي بالأمور الواضحة التسويذ الملفات العالقة وتحسن الأوضاع الاجتماعية والمادية وهاد الناس اللي كانوا موقفين إسقاط كل تلك العقوبات وارجع كل أستداء يعني في المبالغ ديها لهم ويسحب تلك العقوبات وأنا ذاك ممكن أن نطلقوا في الإصلاح لا معدناش مشكلة غير ذلك قد يكون تنعيدوا تنتجون في الأزمة هاد العملية دائما في هاد المشاكين وهاد الشي اللي قلتي واري واري وكان أمرت كل من التحت ولكن ربما كان بالاغ الآن دي المفتشين يشكون وتنقول أنه يعني حتى المتضررين ربما يخرجوا ما يعبروا لرأيهم وربما الآن حقهم يحتجوا ويمشوا كذلك حتى المحكامة لأنه هاد المتضررين بإمكانهم يمشوا للمحكامة الإدارية وانا عندي بحكم السابق أنه في هاد الملفات دي الحركة الانتقالية تنصف المتضررين ولكن كما ذكرت خاص المتضررين ومتضررات يتحضوا مع بعضهم وخرجوا في أشكال نيضالية طبعا باش يواجهوا هاد المشكلة للحركة الانتقالية تشوف أنا أبدأ في الهيئة دي التدريس في الهيئة دي التدريس أنا هاد الشي هذا ولا قليل بعد ذلك كان أنا ما تنشوفوش بصدق ولكن ولا قليل ولكن كان كيف يتم تدبرك بطرق أخرى مثلا واحد الأستاذ طالب مؤسسة أو مفتيش أو طالب مقاطعة مثلا هذه المقاطعة أو هذه المؤسسة لا تدخرش في الحركة الانتقالية لا تدخرش كمنصف شاغع وتخليها ما تفتحوهاش حتى تدوز الحركة وهذاك الأستاذ اللي طلبها ما أعطوهاش لأنه ما عندناش خاصة سمة ومن اللي تدوز وتبقى وتتقرب تعيينة الجديدة أو بطريقة من الطرق تعطيها الواحد آخر تقولوا الدراه ما بين المرحلة هذه الحركة الانتقالية وهذا المرحلة بدل الدخول المدرسي وقع تغيير في البنية إما زناء أقصام أو انقصنا أو كذا يعني في هذه المرحلة ما بين أو بين هذا تلاعب وهذا خاصة المعنيين والمعنيات يتبجوها وكما ذاكات خاصة المعنيين يخرجوا المعنيين المتضررين يخرجوا الشارع ويعبروا على رأيهم طرق سلمية حضرية وكذلك يمشون المحاكم الإدارية يديروا أولا طعون ومن هالطعون هذي يمشون المحاكم الإدارية ليس يطالب الحقوق نتمنى باش ما يكونش احتجاج الموسم المقبل نتمنى ذلك بصدق لأنه احنا كما ذكرت مكاننا الطبيعي هو القاسم ولكن من خلال هذا الشيء الذي نرى لا أرى للأسف أنه سيكون موسم طبيعي وعادي هذا الشيء الذي نرى لأنه للأسف يمارس إجحاف وتعسف كبير وكبيرين على هذه الأدية التدريس بالأسس وهذه الأدية التدريس هي التي ضحت ودائما تضحي هي من كانت تضرب هي من كانت تتخذ المسيرات هي من يقتطع لها هي كذا والآن هي التي تعاقد في حين أطراف أخرى لم تضرب ولا ساعة واستفادت كل وسطه زيادة استلاف درها لماذا؟ لأن تلك الأطراف مرتبطة بهيئات نقابية معينة النقابات نحن نضنا براء وفاش دخلوا النقابات يعني استفادت أطراف محسوبة للنقابات أن تحضن للانتخابات على حساب النضالات التي كانت تحتاج إلى السيشان هما هي أدية التدريس والمختصين التربويين ويسمى أطور الدعم غير ذلك ما كانش وهذه الناس مستكش نخضى وخضوا هذه الفوتات على سنتين وفقط وخضوا التوقفات واقتطاعات من الأجور وهذا الشيء الذي يمارس في حقه بالأسف الشديد في حين أطراف أخرى لم تضرب ساعة وكانت تتفرج وتتبع واستفادت خضت كما ذكرت خضت كل شيء فقط لأنها مرتبطة وقريبة من نقابات معينة وهذه النقابات تحتاج هذه الكتلة في الانتخابات المقبلة فهذا الشعر في الظلم لذلك سنقول لي لا ما نصفوش لها هي أدية التدريس بالأساس في أقرب وقت أنا مقتنع ومتأكد ومقتنع بأن الموسم المقبل كذلك ما غادش يكون موسم طبيعي وهو للأسف ما لا نتمنى وما تنسوش تأبونه معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي